منذ فترة وهناك جدل في العراق عن المحتوى الهابط والحملة التي بدأتها وزارة الداخلية لتوقيف المتهمين بالمحتوى الهابط الجدل لم ينحصر بوسائل التواصل بل أخذ حيزا كبيرا من التغطية في بعض القنوات أيضا قناة يو تي في العراقية التي يقول البعض إنها محسوبة على رئيس تحالف السيادة السني قميس الخنجر بينما يقول مديرها إنها قناة مستقلة على العموم تناولت هذه القناة موضوع المحتوى الهابط في برنامج الحق يقال والذي يقدمه الإعلامي عدنان الطائق في خضم النقاش أشار مقدم البرنامج إلى أن هناك مستوى هابط لدى بعض المعممين على حد وصفه أيضا ويقصد بعض الرجال الرجال الدين الشيعة وذلك أثناء نقاش مع أحد ضيوف البرنامج وهو حيدر الموسوي أيضا أكو مستوى هابط لدى معممين لدى ملالي يعني يجون كل سنة ويصعدون منابر ويسوون قصائد حسينية ومن ضمنهم يعني أسماء باسم الكربلاء وغيره 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 يعني مس لطوائف أخرى هذا مستوى هم كيف شن المحتوى ما أعرفني ما أدري شن المحتوى الهابط الذي قدمه باسم الكربلاء ما أدري لا لا ما أعرفني أنا أدى سيلك لا لا مؤاني أدى سيلك أسئلة وتعليقات الإعلامي عدنان الطائق أشعلت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عن المسائل الحساسة وحرية التعبير والإعلام ووردت تغريدات كثيرة حول الموضوع منها تغريدة هنا لحميد يقول حميد أو لميثم الشخص تساءل فقط وبعدين منه لأثر النعرات عدنان بسؤاله لباسم بقصائده بغض النظر عن صحة أو خطأ اللي قاله باسم في قصائده السؤال منه لثير الطائفية هنا تغريدة أخرى لحميد هذه المرة يقول في هذه التغريدة عدنان الطائق ومن على شكلته يزرع الطائفية والحقد والكراهية في برامجه مع الأسف هناك الكثير من يتأثرون تحت عنوان الوطنية وكشف الفسدين وهو يدس السم بالعسل حسب حميد طبعا باسم الكربلائي وهو الذي ذكر في المقطع هو منشد عراقي شيعي مشهور يمتلك قدرة صوتية جذابة ويختار الشعر الرثائي خاصة في المنسبات الشيعية ومجالسهم لكن يبدو أن البعض لم يكتفي بالانتقاد على وسائل التواصل حيث تعرض مكتب القناة في بغداد إلى هجوم بقنبلة يدوية ولحسن الحظ لم تنفجر هذه القنبلة وكذلك لم تتسبب بأي أضرار ويبدو أنها كانت رسالة تهديد قوية للقناة قناة يوتيذي دعت الجهات الأمنية إلى التحرك للتحقيق في الحادثة وجاء في بيانها نرفض استهداف مكتبنا ونؤكد استمرارنا بنهجنا العادل ونقل صوت العراقيين جمعية الدفاع كذلك عن حرية الصحافة في العراق أدانت استهداف القناة وقالت في بيان تعد الجمعية استمرار مسلسل الاستهداف استهداف المؤسسات الإعلامية منذ العام 2019 وحتى الآن وهو يمثل تضيف أنها ذلك يمثل منهجا خطيرا وتهديدا علنيا للعمل الإعلامي والصحفي بشكل عام في البلاد الجمعية تطالب الأجهزة الأمنية بعدم الاكتفاء بإعلان فتح تحقيق بالحادث والكشف عن المجرمين وتداول الإعلام العراقي وثيقة قيل إنها لرفع دعوة ضد الإعلام عدنان الطائي بتهمة إثارة النعرات الطائفية وخلق الفتنة الطائي من جانبه رد على رفع تلك الدعوة ضده وقال إنها دعوة سياسية لا علاقة لها بالقانون أنا أحترم قرارات القضاء وأثق فيه تماما أنا عندي خبرة قضائية اشتغلت فترة محامي وأحترمهم جدا ما أقدر ما أحترمه وأتخيل هذه الدعوة بنيت على جهل ودعوة من خلالها رسائل سياسية لا لها علاقة بالقانون